سلام عليكم ورحمة الله اليوم سوف نقدم لكم طريقة تحذير مع قرونة بالطونة والقشدة التارية نمر المقادر ان شاء الله لدينا 500 جرام المقارونة اللي سبق لي سلقتها وصفيتها من الما ديالها 200 جرام الطون اللي حيت ليه الزيت دياله واحد بصلة اللي قطعتها الى شرائح رقيقة 200 جرام قشدة طرية على حسب اللي عندكم موجودة اما سائلة اما اللي كتكون عاقدة 100 جرام ديال فروماج محكوك او حسب الضوغة واحد كأس ماء من المال اللي طابط فيه المعكارونة واحد ملعقة كبيرة خردل وراموتار ربعت المعالقة كبار ديال زيت الزيتون نصف ملعقة صغيرة يبزار اسود نصف ملعقة صغيرة سكينجبير والملح حسب الضوغ نمروا لطريقة تحضير ان شاء الله اولا في الطنجرة غاد ينضيفوا الزيت العود وغاد ينضيفوا اليه الشرائح ديال الباصل وغاد ينشحرهم لمدة ديال ثلاثة دقيق حتي يدبلوها بطولينا شوية هاد نضيفوا الملحة الملحة غاد يتساعدنا بيش تخرج هداك المال اللي كان في البصلة ونزيدوا الابزار نزيدوا السكينجبير ونعودوا نحركوه بلا ما نتوقفوا على التحرك من التتبالينا بأن البصلة هو الرطابط نضيفوا لها الطون نفرتوه ونزيدوا لكخين فخيش والمطاغ اللي هي القجدة الطريا والخردل وغاد ينحركوا ونخليوهم يطيبوا خمسة دقايق وغاد ينضيفوا هادك الماء اللي احتفظنا بيه اللي طابت فيه الماكرونة وغاد ينخليو كل شي يطيب خمسة دقايق وغاد ينقصوا على البوطة غاد ينقدموا هاد الماكرونة سخونة ونضيفوا فوق منها الفروماج محكوك نتمنى هاد الوصفتنا الإعجاب ديلكم وأنكم تجربوها إن شاء الله ونطلقوا إن شاء الله مع وصفة أخرى اشتركوا في القناة